موسيقى اليوم كان لدينا شرف تقديم العلامة التجارية كازا بيسويك يتمثل النمط الجديد للنقل في المسارات الخاصة على مستوى سياسة النقل العمومي بالدار البيضاء هذه العلامات التجارية كما قلت تخص الخطين باسوي 1 و باسوي 2 يتمثل النمط الجديد للنقل في المحطة يتمثل النمط الجديد للنقل في المحطة الأشغال الإجمالية للمشروع وصلت 74% وأشغال بنية احتيار والواجهة للواجهة ستكتمل في ما تم هذا الصيف الحالي الشروع في الخدمة سيبدأ خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023 المشروع باسوي هو داخل إطار المخطة النقل والتنقلات الحضارية داخل مدينة الداربيضاء وجهاز الداربيضاء بصفة عامة وهي 4 الخطوط ترامو وجوج الخطوط البياشانيس وهو باسوي من طبيعة الحالجيات الداربيضاء هي من المساهمين الرئيسين مع جماعات الداربيضاء في هذا المشروع وهذا المشروع باسوي تقريبا 12 كيلومتر 12 كيلومتر في الخط الخامس و12 كيلومتر نصف في الخط السادس وهو تقريبا 1 تراجد 34-35 دقيقة طبيعة الحال الهدف من هذا الشيء هو تسير نقل التنقلات داخل المدينة وهذا المشروع كامل هو أنه في إطار هذا المخطط يكون واحد تكامل بين الخطوط البياشانيس وكذلك الخطوط الحفيلات في أفق وكذلك مع تكامل مع المرابيد العمومية لأنه هناك مخطط المرابيد العمومية المدينة الآن تشرف على إنجازهم ومن بعد إن شاء الله المواطنين يمكن أنه يركب في الحافلة ويركب في تراموي ويمكن لك إلى ذلك أنه يحط السيارة وهذا الهدف هو التقليل من استعمال السيارة الخاصة ونحاول أن المواطنين نعطيهم واحد النقل الذي يمكنهم أن يستغنوا على السيارة الخاصة بعد التنقل وأنه تقريبا بحالة تراموي بالنسبة للمحطة والمورور والأسباقية على حسب السيارة الخاصة كله تقريبا بحالة تنظيم ماهو الفرق ما بينهو بالحافلة العادية؟ هذا أنه عنده ممر خاص وعنده السرعة التجارية دياله خبر من المحافلة الخاصة هذا عنده ممر خاص وهذا الممر هذا ممنوع على أي سيارة أنها تولج له وبالتالي أن هذه الحافلة تيكون عندهم واحدة السرعة التجارية اللي هي مهمة جدا اللي تقريبا بحالة تراموي